هل تعلم عزيزي المشاهد ان اكتر من ستين في المية في الكلمات في اللغة الانجليزية لها معنايين وثلاثة واربعة يعني كلمة واحدة لها ثلاثة واربعة معاني اللي فطرة ده عشان كده لو انت عارف معنى واحد لكلمة ده مش كفاية انك تبقى لابك في الانجليش وده اللي خلاني اعمل الفيديو او ده سبب الفكرة بتاعت الفيديو بتاع النهاردة لان انا النهاردة جايب لك اشهر عشر كلمات انت ممكن تبقى عرف لهم معنى واحد في الانجليش بس حفرقك ان ليهم معاني تانية انت مش عارفها without further ado let's get started مع كلمات في الانجليزية لها اكتر من معنى يلا بينا اول كلمة معنا هي كلمة room وroom معناها غرفة اغلبنا عارف ان room معناها غرفة او قوضة room معناها كمان في الانجليش مساحة for example the trunk of my car has enough room the trunk of my car يعني الشنطة بتاعت العربية بتاعتي فيها مساحة كافية فroom معناها كمان مساحة ودي اول كلمة تاني كلمة معنا وهي كلمة magazine اغلبنا عارف ان معناها مجلة لكن خلينا فجأك وقولك ان magazine معناها خزنة السلاح خلينا اديك مثال خزنة السلاح اللي بتحطي فيها رصاص يعني for example i took a machine gun and a spare magazine i took a machine gun and a spare magazine يبقى magazine معناها خزنة السلاح بتاعك او البندوية بتاعتك اللي بتحطي فيها رصاص ده الانجليش سورد تالت كلمة معنا النهاردة وهي pool pool معناها حمام السباحة بس خليني بردو اقف فجأك وقولك ان pool معناها البيليارد او البلياردو لعبة البلياردو for example i love to play pool in summer يبقى pool مش معناها بس حمام السباحة وانبلبط وكده معناها كمان البلياردو i love to play pool in summer رابع كلمة معنا وهي season season مش معناها بس الموسم او المواسم يعني الشتاء والصيف والخريف وكده season كمان معناها انك تتبل حاجة you need to season this soup baby انت محتاجت تبلي الشربة دي بيبي عشان ما طلاقيش انت فقام انا راجل حمش او في بيتي you need to season this soup محتاجت تبلي الشربة دي عندنا بعد كده كلمة nail nail في الانجليش ليها معنايين اساسيين المعنى الاولاني دوافر ايدك trim your nails قص دوافرك trim your nails ليها كمان معنى تاني اللي هو المصمار المصمار اللي بندقه في الحيطة for example hammer some nails to fix the picture on the wall hammer some nails to fix the picture on the wall كلمة park ليها معنين في الانجليش الاولاني يركن السيارة for example I don't know how to park my car انا مش عارفة زركن العربية بتاعتي can you help me I don't know how to park my car المعنى التاني هو الحديقة والجنينة let's take a walk through the park let's take a walk through the park right في الانجليش ليها ثلاث معاني اساسية اولا يمين يعني اتجاه يمين go to the right روح على يمينك go to the right معناها كمان you're right انت صح لما تحب تراح واحد يعني or right معناها صح او صحيح you're right right كمان معناها الحق بتاعك حقك يعني مثلا for example I'm an Egyptian citizen and I have rights انا مواطن مصري وعندي حقوق بعد كده تاخد على إبارة على الحتة دي في المونتاج I'm an Egyptian citizen and I have rights انا مواطن مصري وعندي حقوق كلمة fair معناها عادل لما عارف لما تعايت لمامتك يعني وتقول لها ده this is not fair mom يعني ده مش عادل fair كمان لها معنى تاني اللي هو الملاهي او عندنا في مصر بنسميها الموالد زي مولد ابو عيسى مولد ام سحلول مولد مش عارف ايه في موالد كده اوكي let's go to the fair يلا بينا نروح المولد اوكي يبقى fair معناه كمان المولد او الملاهي بس مش ملاهي الملاهي منصوبة يعني مؤقتة كده اوكي very good كلمة fine وأشهر كلمة الشعب المصري يعرفها how are you I'm fine and you طبعا يعني ما بنقول شي غيرها fine معناها كويس معاني فيه بدال كتير كنت عملت عليها فيديو بتفرج عليه المهم fine كمان معناها في الانجليش مش بس كويس معناها غرامة غرامة مالية على مثلا اختراقك لقانون معين او انك عملت حاجة غلط for example the police officer gave me a fine because of speeding يعني زابط البليس اداني غرامة بسبب السرعة the police officer gave me a fine because of speeding اخر كلمة معناه هي late late اول ما بنتعلم انجليش بنبقى عارفين ان معناها متأخر late كمان لها معنى تاني وهو متوفي يعني مثلا عاوز اقول جزء المتوفي كان راجل غني غني اوي ما شاء الله her late husband husband her late husband was a rich man her late husband was a rich man ما كنتش تعرف هدي انا عارف لو الفيديو عجبك استفدت حاجة جديدة please share unlike وساعدنا ننشر العلم ونوصل لعدد اكبر that will be all for today thank you and wish you all the best bye